عزائي الطلباء عزيزاتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيد جدا أن ألتقي بكم مرة أخرى عبر هذا التسجيل الصوت الثاني معبرا لكم عن مودتي الصادقة وعن متمنياتي لكم بالتوفيق في تسجيل الصوت الأول كما تعلمون تطرقت لموضوعين اثنين الأول يتعلق بالتصديق على المعاهدات والثاني يتعلق بتسجيل المعاهدات ونشرها في هذا التسجيل الصوت الثاني سأتحدث أيضا عن موضوعين اثنين الأول يخص الانضمام إلى المعاهدات والثانية هم التحفظ على المعاهدات سأبدأ إذن بالموضوع الأول بداية لا بد من تعريف الانضمام إلى المعاهدات هنا أقترح عليكم التعريف التالي اسمحوا لي أن أقرأ عليكم هذا التعريف الانضمام وثيقة رسمية صادرة عن الدولة تعلن فيها رغبتها في الالتزام بمعاهدة قائمة تبقى لما نصت عليه هذه المعاهدات انتهى نص التعريف هذا التعريف قدمه الأستاذاني سهيل حسين الفتلاوي وغالب عواد حوامدا في كتابهما الذي يحمل عنوان مبادئ القانون الدولي العام المنشور عام 2009 صفحة 106 يمكن أن نقول بأن هذا التعريف يتضمن أربعة عناصر أساسية العنصر الأول هو أن الانضمام هو وثيقة رسمية والمقصود بالوثيقة الرسمية الوثيقة التي تصدر عن السلطة المختصة في الدولة الراغبة في الانضمام إلى المعادة وهذه السلطة عادة يحددها الدستور العنصر الثاني في تعريف الانضمام الذي يقترح له عليكم يتعلق بموضوع وثيقة الانضمام أي الوثيقة الرسمية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة موضوع الوثيقة أو محتوها يتعلق برغبة الدولة في الالتزام بأحكام ومغتضيات المعاهدة التي تريد الانضمام إليها بعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن محتوى وثيقة الانضمام ينحصر في تعبير الدولة عن قبولها بأن تتقيد بمضمون المعاهدة التي تريد أن تصبح طرفا فيها العنصر الثالث في التعريف هو أن انضمام الدولة يتعلق بمعاهدة قائمة موجودة دخلت حيثة التنفيذ معاهدة لم تشارك الدولة في المفاوضات بشأن موضوعها وفي تحرير أو صياغة مغتضياتها وأحكامها بعبارة أخرى لم تكن طرفا في إنشاء المعاهدة التي ترغب في الانضمام إليها العنصر الرابع والأخير في هذا التعريف هو أن الانضمام يجب أن يتم تبقى لما تنص عليه المعاهدة التي تريد الدولة التقيدة والالتزام بمقتضيات هذه الأخيرة أعتقد أنه يجب التوقف قليلا عند هذا العنصر الأخير من أجل التوضيح ماذا نقصد بهذا التعبير الانضمام يجب أن يتم تبقى لما تنص عليه المعادة المقصود هو أن الانضمام يجب أن يتم بشروط تحددها المعاهدة نفسها ووفق مسترات خاصة يجب التقييد بها في عملية الانضمام وهذه الشروط وهذه المسترات بطبيعة الحال تختلف من معاهدة إلى إلى أخرى أعطيكم مثالا ليوضح أكثر لنأخذ كمثال المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي مثلا هذه المعاهدة وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن تستجيب لها كل دولة ترغب في الانضمام إليها كما حددت أيضا الإجراءات المسترية التي يجب اتباعها في عملية الانضمام إليها سأذكر بعض الشروط لن أذكر كل الشروط التي حددتها المعاهدة المنشئة لاتحاد الأوروبي ولكن سأذكر بعض الشروط بعض هذه الشروط الشروط الأول من هذه الشروط نذكر مثلا أولا ضرورة أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دولة أوروبية أي منتمية إلى القرى الأوروبية ثانيا ضرورة توفر الدولة على مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات شرط الثالث ضرورة تبني الدولة الراغبة في الوضوية في الاتحاد لإقتصاد السوق قادر على مواجهة المنافسة داخل الاتحاد شرط آخر ضرورة قيام الدولة بتعديل تشريعاتها وقوانينها لما يتنسب مع السريعات والقوانين التي تم وضعها من طرف الاتحاد الاتحاد الأوروبي وغيرها من شرط التي لا بد أن تتوفر في الدولة التي تريد الانضمام إلى الاتحاد إضافة إلى الشرط هناك مجموعة من الإجراءات المسترية التي يجب أيضا اتباعها في عملية الانضمام ومن هذه الإجراءات المسترية مثلا موافقة كل الدول العضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوذية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على طلب الدولة الراغبة في العضوية في الاتحاد لتصبح دولة مرشحة إيطا وكونديدا بعد ذلك تبدأ مرحلة المفاوضات بين الأجهزة المسؤولة بالاتحاد وبين هذه الدولة التي قبل ترشحها إلى غير ذلك من الإجراءات ليس هنا مجال لذكرها كاملة هدفي هنا من تقديم هذا المثال هو فقط توضيح العبارة التي وردت في التعريف الذي اقترحته عليكم وهذه العبارة هي أن الانضمام يجب أن يتم طبقا لما تنص عليه المعادة أي طبقا لشروط وإجراءات معينة تحددها المعاهدة لنفسها هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بتعريف الانضمام إلى المعادة هناك نقطة أخرى أو دون التوقف عندها وهي أن الانضمام لا يسمح به إلا في المعاهدات التي تسمى بالمعاهدات المفتوحة والمعاهدات المفتوحة نوعان هناك معاهدات لا يسمح بالانضمام إليها إلا للدول التي تتوفر فيها مواصفات معينة كالمعاهدات الإقليمية مثلا التي لا تكون مفتوحة إلا للدول المنتمية لمنطقة جغرافية معينة مثل المعاهدات المنشئة للاتحاد الأوروبي هذه المعاهدات لا تسمح بالانضمام إليها إلا للدول الأوروبية أي الدول المنتمية للقارة الأوروبية والنوع الثاني من المعاهدات المفتوحة هو المعاهدات التي يكون الانضمام إليها مسموحا لكل الدول التي ترغب في التقيد والالتزام بمختضياتها وأحكامها ومن أمثلة المعاهدات المفتوحة لكل الدول للانضمام إليها نذكر مثلا 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 الأمم المتحدة عام 1945 اتفاق يتفاق لقانون المعاهدات لعام 1969 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى آخر هذه المعاهدات المفتوحة لكل الدول للانضمام إليها غالبا ما يكون هدفها هو وضع تشريعات وقوانين تهم المجتمع الدولي وهذه المعاهدات يطلق عليها اسم المعاهدات الشارعة وقد تحدثنا عن هذا النوع من المعاهدات إذا تذكرتم حينما تطرقت لموضوع يتعلق بأنواع المعاهدات في إحدى المحاضرة في إحدى المحاضرات التي لقيتها عليكم داخل المدرج هناك نوع آخر من المعاهدات لا يسمح بالانضمام إليها يتعلق الأمر بالمعاهدات المغلقة في هذا النوع من المعاهدات تكون العضوية فيها مقتصرة فقط على الدول الأطراف التي شاركت التي شاركت في صياغة مقتضيتها وأحكامها ووقعت وصادقت عليها كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمعاهدات الثنائية وانتفاقية التحالف والتعاون العسكري مثلا هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول الانضمام إلى المعاهدات الموضوع الثاني الذي أودو التطرق إليه في هذا التسجيل الصوت يتعلق بالتحفظ على المعاهدات بداية لابد من تعريف التحفظ ماذا نقصد بالتحفظ على المعاهدات عرفت اتفاقية فينا لعام 1969 التحفظ بأنه تصريح من جانب واحد تتخذه الدولة عند التوقيع أو التصديق لها أو الانضمام إليها أو قبولها مستهدفة من ورائه استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في مواجهتها يتضح من خلال هذا التعريف أن الهدف من التحفظ هو استبعاد أو عدم أو عدم تطبيق بعض بعض أحكام أو بعض مقتضيات المعاهدة من طرف الدولة المتحفظة إن الاعتراف للدول بحق التحفظ على بعض مقتضيات المعاهدات يعد منفذا أساسيا في ظل صعوبة تحقيق إجماع كل الأطراف المتعاقدة على اعتمادين الصين اتفاقي دولي وطبيعي جدا لا يتحقق الإجماع نظرا لاختلافي وعدم تجانس المجتمع الدولي بتياراته القانونية والسياسية والإيديولوجية واختلاف مصالح الدول والخصوصيات التينية والثقافية والحضارية لهذه الدول والتحفظ التقنية تم اللجوء لها لتحقيق مشاركة واسعة للدول في الاتفاقيات الدولية وتشجيعها على التوقيع والتصديق على المعاهدات التي تكون أطرافا فيها وعلى الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تشارك في صياغتية أحكامها ومغتضياتها لكن يجب نشير هنا إلى أن حق دول في التحفظ ليس مطلقا لقد انتبه محرر اتفاقية ذينا لعام 1969 لما يمكن أن يترتب عن التحفظ إذا لم يكن مقيدا فالتحفظ غير المقيد قد يؤدي إلى ضعف فعالية الاتفاقيات الدولية وفقدانها لوحدة نظامها القانوني وإفراغها من محتوها وعدم تحقيق الأهدافها ولتفادي هذه الأمور أوردت اتفاقية ذينا في مادتها التاسع عشر بعض الحالات التي لا يجوز فيها التحفظ وهذه الحالات هي التالية أولا إذا نصت المعاهدة صراحة على حظر أو منع التحفظ في هذه الحالات في هذه الحالة يكون التحفظ محظورا بشأن كل مختضيات وأحكام المعاهدة ثانيا إذا نصت المعاهدة على منع التحفظ على بعض أحكامها تحددها على سبيل الحصر هنا التحفظ يكون فقط على بعض أحكام المعاهدة وهذه الأحكام التي لا يجوز التحفظ عليها تحددها المعاهدة على سبيل الحصر فهنا التحفظ يهم فقط الأحكام الأخرى التي لم تنص المعاهدة على منع إبدائه بشأنها والحالة الثالثة والأخيرة التي يمنع فيها التحفظ وهي الحالة التي يكون فيها هذا الأخير أي التحفظ مناقض للهدف الذي من أجله تم إضرام المعاهدة أو لا يساعد على تحقيق هذا الهدف إذن الحالة الثالثة هي أنه لا يجوز التحفظ إذا كان هذا التحفظ مناقض للهدف لهدف المعاهدة أو لا يساعد على تحقيق هذا الهدف إذن هذه هي الحالات الثلاث التي أوردتها اتفاقية فينا والتي لا يجوز فيها التحفظ والتحفظ كما نصت على ذلك اتفاقية فينا لعام 1969 يجب أن يكون مكتوبا يجب أن يكون مكتوبا وعلى الدولة صاحبة التحفظ أن تبلغه رسميا للدول الأخرى المتعاقدة وبطبيعة الحال يمكن للدول المتعاقدة أن تقبل أو ترفض التحفظات التي تبديها أطراف في المعاهدة بشأن بعض أحكامها فيما يتعلق بقبول التحفظ فيمكن أن يكون صريحا أي يتم التعبير عنه صراحة أو أن يكون ضمنيا يكون ضمنيا حين تمر سنة على إبلاع التحفظ للدول المتعاقدة دون دون أن يصدر عن هذه الأخيرة أي موقف سكوتها بعد مرور هذه المدة يعتبر إذن قبولا للتحفظ وهذا من استعليه اتفاقية فينا لقانون المعادات أما فيما يتعلق برفض أو الاعتراض على التحفظ فقد اشترطت اتفاقية فينا أن يكون صريحا واستبعدت أن يكون ضمنيا كما قيدت التعبير عنه بأجل محدد لا يتعدى سنة واحدة لا يتعدس سنة واحدة وقد نصت المدة الثانية هو العشرون من هذه الاتفاقية على حق الدول المتحفظة في سحب تحفظتها في أي وقت وعلى حق الدول المعترضة في سحب اعتراضها متى متى الشات لا أريد أن أنهي الحديث عن موضوع التحفظ دون تقديم بعض الأمثلة التطبيقية بعض الأمثلة التطبيقية عن هذا عن هذا الأخير أي عن هذا التحفظ سأخذ المغرب كمثال وسأركز على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أبدأ المغرب تحفظته بشأن بعض أحكامها هنا سأركز على ثلاث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان التي أبدأ بشأنها التي أبدأ المغرب بشأنها تحفظات بشأن بعض أحكامها الاتفاقي الأولى هي الاتفاقية أو العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اعتماده عام 1966 والذي انضم إليه المغرب عام 1979 لقد أبدأ المغرب تحفظا على المادة الواحدة والأربعين من هذه الاتفاقية وخاصة على فقرتها الأولى التي تنص على أن كل دولة انطرف في الاتفاقية الحق في تقديم شكايات للجنة حقوق الإنسان ضد دولة أخرى طرف هذه الاتفاقية تزعم أو تدعي أنها لا تقوم بالتزاماتها بموجب هذه الأخيرة يمكن أن نقول هنا أننا لا نفهم لماذا تحفظ المغرب على هذه المادة علما بأن الشكايات التي تقدم ضد الدول التي لا تحترم التزاماتها المنصوصة لها في الاتفاقية لا تترتب عنها أي التزامات قانونية فعلية للدول التي ترفع ضدها هذه الشكايات فالجنة حقوق الإنسان التي تستلم وتفحص هذه الشكايات لا تقوم بأكثر من تقديم توصيات وملاحظات غير ملزمة من الناحية القانونية اعتبارا لكون الجنة ليست ب هيئة قضائية فهذا التحفظ قد يثير انتباعا سيئا لدى المجتمع الدولي فيما يخص احترام المغرب لحقوق الإنسان كما هي متعرف عليها العالمين ويجب أن أشير إلى أن المغرب سحب هذا التحفظ عام 2006 اتفاقية الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي أود تطرق لها والتي أبداء المغرب تحفظات بشأن بعض أحكامها هي الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة من بين المواد التي تحفظ عليها المغرب نذكر المادة 20 من هذه الاتفاقية هذه المادة التي تحفظ عليها المغرب تعطي لجنة مناهضة التعذيب الحق في إجراء تحقيق حول الشكايات التي تتوصل بها ضد دولة معينة طرف في المعاهدة والتي تتهمها بممارسة التعذيب بشكل ممنهج ومنظم ويحق لهذه الجنة زيارة الدولة المعينة وإصدار تقرير عن النتائج التي توصلت إليها إن هذا التحفظ الذي أبداه المغرب على النص المد 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القسية أو اللا إنسانية أو المهنة يستبعد في الحقيقة إحدى الأليات المهمة لحماية حقوق الإنسان ويعلق الباحث والمتخصص في مجال حقوق الإنسان عبدالعزيز العروسي عن هذا التحفظ قائلا إن تحفظ المغرب على صلاحيات لجنة مناهضة التعذيب غير ذي أساس قانوني أو سياسي اعتبارا لكوني دور الجناء لا يتعدى حدود تقصي الحقائق وإعداد تقارير حول الشكايات والبلاغات التي تفصلت بها فضلا عن ذلك فهذه التقارير في نهاية المطاف ليست لها قوة الإلزامية هذا التعليق مأخوذ من كتابه الذي يحمل عنوان الشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ملاءمات قانونية ودستورية من منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 87 2014 صفحة 406 وتجيب الإشارة إلى أن المغرب سحب تحفظه الوارد على نص المد 20 من الاتفاقية عام 2006 معترف بذلك للجنة مناهضة التعذيب بالاختصاص بإجراء التحقيق بشأن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وبصفة خاصة التعذيب مثال آخر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أبدأ المغرب تحفظات بشأن بعض أحكامها يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لداء المرأة لداء المرأة انضم المغرب إلى هذه الاتفاقية عام 1993 وقت تحفظ على المادة الثانية والمادة التاسعة والفقرة الرابعة من المادة الخامس عشر هو الفقرة الرابعة من المادة الخامس عشر من هذه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لداء المرأة فيما يخص المادة الثانية من هذه الاتفاقية فقد نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذه المادة نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد برر المغرب تحفظه على هذه المادة بكونها تخالف الأحكام الدستورية الأحكام الدستورية التي تنظم توارث عرش المملكة المغربية فضلا عن مخالفتها لأحكام الشريعة فيما يتعلق بالتبرير الأول فهو يقوم على كون هذه المادة تخالف ما ينص عليه الدستور في أن العرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة للذكور فقط تنتقل بالوراثة للذكور الفقط وهذا ما نص عليه بشكل صريح الفصل الثريث والأربعون من الدستور الدستور إن المادة الثانية من الاتفاقية الدولية المذكورة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ولسيما في الحقوق السياسية إذن تخالف إذن منطوق الفصل الثالث والأربعين من الدستور المغربي الذي يحصر حق توارث العرش في الظكور فقط لهذا السبب تحفظ المغرب على المادة الثانية من الاتفاقية الدولية سالفة الذكر التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التبرير الثاني لتحفظ المغرب على المادة الثانية يقوم على كون هذه الأخيرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية هنا يبدو أن المغرب تبنى تأويلا يمكن أن نقول أنه هنا تبنى تأويلا تقليديا محافظا لبعض النصوص المؤسسة الإسلام التأويل القائم على فكرة أن المرأة أو الرجل غير متساويين في الحقوق هنا لابد أن نقول بأن هناك قراءات أخرى وتأويلات أخرى لنفس النصوص تتناقض جدريا مع التأويل المحافظ الذي تبنى منه المغرب رسمي وليس هنا طبعا مجال لصردي مختلف هذه القراءات أو هذه التأويلات والمناقشتها تحفظ المغرب أيضا على المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه المادة تنص على المساواة بين المرأة والرجل بخصوص منحهما الجنسية لأطفالهما وقد برر المغرب تحفظه وهذا بكونه يخالف قانون الجنسية الذي يمنع المرأة المتزوجة بأجنبي منع منح جنسيتها لأطفالها لكن هذا التحفظ قد تم سحبه عام 2007 بعد أن تم تعديل قانون الجنسية وأصبح بذلك بموجب هذا التعديل بموجب هذا التعديل من حق المرأة المتزوجة بأجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها لأطفالها وقد تحفظ المغرب أيضا كما قلنا على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة الخامس عشر من نفس الاتفاقية أي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لدى المرأة تحفظ كما قلت على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر فهذه الفقرة تعطي للمرأة حق التنقل بحرية وحق اختيار إقامتها وسكنها وقالبر المغرب تحفظه على هذه الفقرة بكون هذه الأخيرة تخالف مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية ويجب أن أشير إلى أن المغرب سحب هذا التحفظ عام 2006 أكتفي بهذه الأمثلة التطبيقية عن التحفظات التي أبداها المغرب بشأن بعض أحكامي وبعض مقتضيات بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويسمح لي أن أتوقف عند هذا الحد وإلى اللقاء في تشجيل الصوتية الآخر الذي سأتطرق فيه لموضوع يتعلق بصحة المعادات يتعلق بصحة المعادات وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أعزائي الطلباء عزيزتي الطالبات أوقات ممتعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر